على امتداد أيام الحرب والتساع رقعة المواجهات يعيش المدنيون في مناطق الخطوط الأمامية للقتال أزمات عديدة لا تتوقف عند الخوف من الموت في أي لحظة بل وفي عدم تمكنهم أيضا من توفير أبسط بقويمات الحياة من مأوى وغداء أربعة وعوام من الحرب لم تتمكن فيها معظم المنظمات الإنسانية من الوصول إلى الكثير من مناطق التماس وهو مضاعف من معاناة المواطنين في تلك المناطق وزاد من حدتها برنامج الأغذية العالمي في المقابل قال إنه تمكن للمرة الأولى من الوصول إلى مديرية نهم شرق صنعاء ومدينة الدريهمي في الحديدة بحسب البرنامج فإن عملية الوصول إلى الدريهمي تعد هي الأولى منذ عام وهي المدينة التي طالب المبعوث الأممي بكسر الحصار المفروض عن المدنيين فيها لكن وعلى الرغم من استمرار العمل لإيصال المعونات الإنسانية لليمنيين حد تعبير العديد من المنظمات إلا أن الأرقام التي ترد تباعا عن حجم المساعدات باتت محل تساؤل في ظل الإزلياد المستمر للمعاناة الإنسانية وانحسار المستفيدين من يوم لآخر ناشطون في العمل الإنساني وفي وقت سابق أطلقوا حملات طالبوا فيها معظم المنظمات العاملة في اليمن بتفعيل دور المساءلة والرقابة وتطبيق معايير الشفافية ينحدر المستوى المعيشي والاقتصادي لليمنيين بشكل كارثي وهما خلق تساؤلات عديدة حول فاعلية وكفاءة المنظمات في إدارة أعمالها وبعدها عن خط الاستقطاب وتسييس العمل الإنساني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر